السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قرشي جانا النهاردة هنعمل مع بعض غبزة جديدة هي من الغبزة التركية الغبزة ديها تشيك جدا في اللبس وكمان بتستخدم في كثير من الاشياء منها ممكن تعملي بلوزة صيفي ممكن تعملي بيها كرديجان ممكن تعملي بيها شال ممكن تعملي بيها كفية ممكن تعملي بيها كتير من الاشياء هنمشي خطرة بخطوة وان شاء الله تعجبك لو عجبتك اعمل لايك ومشابك مع الاصدقاء ولو جديدة معنا اشتركوك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله اول حاجة في الجبزة بتاعتنا النهاردة هنعمل عقدة البداية بعد كده هشتغل مضاعفات العدد اتناشر يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر وابدأ اعدى تاني واحد اتنين لحد ما اوصل لتناشر هكرر كده رقم اتناشر لحد ما توصلي بالطول اللي انت محتاجه هكمل السلاسل ونرجع تاني انا كده كبرت رقم اتناشر اربع مرات اصبح عندي تمانية وربعين سلسلة بعد ما بتخلص التكرار بتاعك بتزوج واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة سلاسل وتلفع الابعو هتعد واحد اتنين تلاتة وفرابع سلسلة هتدخل وتعملي اول عمود والسلسلة اللي بعدها عمود واللي بعدها عمود وفي كل سلسلة هنشتغل عمود بلفع لحد ما نخلص السلسلة بتاعتنا يبقى الدور الاول كله عبارة عن كل سلسلة هنشتغل فيها عمود انا كده خلصت الدور الاول بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهلف الشول وهعتبر ان ده اول عمود بلفتين في الدور التاني لفتين على الابع مش هشتغل في العمود الاول هشتغل على طول فوق العمود التاني العمود بلفتين العمود الثالث العمود البربع العمود الخامس يبقى انا اشتغلت خمس عمود بلفتين في بداية الدور التاني بعد كده واحد واحد اتنين تلاتة سلسلة بلفتين على الابعة وهفوت واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خامس بربزة هدخل وعمل عمود بلفتين بس مش هكمله هخرج من حلقتين في حلقتين بس ولفتين على الابعة تاني وفي نفس المكان هاخد عمود بلفتين ومش هكمله لفتين على الابعة وفي نفس المكان العمود رقم ثلاثة وببدو هخرج من حلقتين في حلقتين بس ولفتين على الابعة وفي نفس المكان هاخد العمود رقم اربعة وهخرج من حلقتين في حلقتين بس يعني كلاستر بس بعمود بلفتين ولفة على الإبرة وهو أخرج منهم كلهم بالشكل بعد كده واحد اتنين ثلاثة سلسلة ولفتين على الإبرة الجربزة الجديدة اللي جنبها على طول رقم ستة هاخد فيها نفس الحكاية أربعة عمود بلفتين متصلين يعني ما بكملهمش للنهاية بخرج من حلقتين في حلقتين بس العمود رقم ثلاثة والعمود برقم أربعة بعد كده لفة على الإبرة بخرج منهم كلهم وبقفل عليهم بسلسلة بقت عندي بالشكل ده بعد كده واحد اتنين ثلاثة سلسلة لفتين على الإبرة وبفوت واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة خامس سلسلة جبزة بدخل وبعمل عمود بلفتين بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين لفتين على الإبرة الجبزة بقم ستة بدخل وبعمل عمود بلفتين بالشكل ده بقى عندي اتنين عمود بلفتين واحد اتنين ثلاثة سلسلة ولفتين على الإبرة وبفوت واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة أدخل على طول وبعمل الكلاستر من أربع عمود متصلين بس أربع عمود إيه؟ بلفتين بخرج من حلقتين في حلقتين بس لعمود رقم ثلاثة بخرج من حلقتين في حلقتين لعمود رقم أربعة حلقتين في حلقتين بعد كده لفها لابا بخرج منهم كلهم وبإفلالهم بسلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفها ولفتين على الابا الغرزة اللي عليها الدور اللي هي رقم ستة بيدخل وبعمل كلاستر من أربع عمود بلفتين متصلين يعني بخرج من حلقتين في حلقتين بس لعمود رقم ثلاثة لعمود رقم أربعة بعد كده لفها على الابا وبخرج منهم كلهم وبعد كده سلسلة بعد كده بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفتين على الابا وبعد واحد اتنين تلاتة أرضاء وفي الخمسة بأدخلوا بعمل عمود بلفتين بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين لفتين على الابا الغرزة بقم ستة بعمل عمود بلفتين بخرج حلقتين في حلقتين في حلقتين بعد كده بكرتين واحد اتنين تلاتة سلسلة وهنفوت أربعة وأربع ربز وفي الخمسة والستة بنشتجل فيهم نفس ورقتين الشجرة بالشكل ده يبقى احنا الدور التاني هنمشي بنمط ايه أول حاج اشتجلنا خمسة عمود بلفتين تلاتة سلسلة فوتنا من تحت أربع ربز الخمسة اشتجلنا فيها كلاستر من أربعة أربعة عمود بلفتين متصلين تلاتة سلسلة الجبزة بقم ستة اشتجلنا فيها أربعة كلاستر بلفتين متصلين تلاتة سلسلة بفوت أربع ربز من تحت وباشتجل عمود بلفتين في رقم خمسة وعمود بلفتين في رقم ست تلاتة سلسلة وبفوت أربع ربز وفي الخمسة باشتجل كلاستر من اربع اربع عمدان بلفتين تلاتة سلسلة وبشتغل في الربزة رقم ستة اربع عمدان متصلين او كل ستر من اربع بلفتين في الربزة رقم ستة بعد كده بنكرر تاني تلاتة سلسلة بفوت اربع جرز من تحت والخمسة والستة بنشتغل في كل واحدة فيهم عمود بلفتين هنكرر كده للنهاية هيتبقى عندي في النهاية زي البداية بالزبط هتلاقي عندك تسعة جرز هتفوتي اربع جرز وتشتغل خمسة عمود في الاخر ونبقى في نهاية الدور التاني انا كده خلست الدور التاني جيت في الاخر زي ما قلتلكم زي ما بدأنا بخمسة عمود بلفتين انتهينا بخمسة عمود بلفتين بعد كده باردفع واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة ما بليف في الشغل وده هعطبه اول عمود بلفتين في الدور الثالث لفتين على الابعة العمود التاني باخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين لفتين على الابعة وباخد العمود التالت لفتين على الابعة لعمود الرابعة لفتين على الابعة وباخد العمود الخامس كده اشتجلت فوق الخمسة عمود خمسة عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة سلسلة شايفين هنا كان عندي الورقتين دولت وما بينهم تلاتة سلسلة لفتين على الابعة في الوسط هنا هياخد فوقيهم اتنين عمود بلفتين باخرد من حلقتين في حلقتين في حلقتين لفتين على الابعة باخد العمود التاني كده اشتجلت العمودين هنا شايفين هنا عمودين هاشتجل فوقيهم الورقتين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابعة العمود الاول هاخد عليه الورقة الاولى اللي هي كلاستر من اربعة بلفتين اول عمود مخلصتهوش للنهاية بخرج من حلقتين في حلقتين بس بعد كده العمود الثالث العمود الورقة بخرج من حلقتين في حلقتين بيتبقى عندي كما سكويت على الابعة لفا على الابعة بخرج منهم كلهم وبقفل عليهم بسلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابعة العمود التاني هاخد فوقيه الورقة التانية اللي هي عبارة عن كلاستر من اربعة عمود بلفتين او ممكن في ناس بتسميها اربعة عمود بلفتين متصلين يعني ما بيخلصوش للنهاية كلهم متصلين ببعض كده العمود اربعة بخرج من حلقتين في حلقتين بيتبقى عندي كما سكويت على الابعة لفا على الابعة وبخرج منهم كلهم وبقفل عليهم بسلسلة يعني بدلنا الادوار الدوب الجاي هنشتغل هنا الكلاستر وهنا الاثنين العمود بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفتين على الابعة بروح في الفارج ما بين الكلاستر والكلاستر باخد عمود بلفتين لفتين على الابعة العمود التاني عشان بناسس للدوب الجديد واحد اتنين تلاتة سلسلة هنروح على الاثنين عمود دولات العمود الاول هاخد عليه كلاستر من اربعة بلفتين وهنا على العمود التاني كلاستر من اربعة بلفتين ما بينهم تلاتة سلسلة انا كده هرود اكبر الكلاستر والاثنين عمود بلفتين لحد ما اخلص الدوب الثالث ونرجع تاني انا كده خلصت الدور الثالث وكمان ضيرت الشغل وارتفعت باربعة سلسلة كاول عمود بلفتين واشتغلت فوق كل عمود عمود بلفتين كملتهم الخمسة اللي بنبتدي بيهم بعد كده هنقرر ايه الدور التاني شايفين الدور التاني هو ده اللي هنقرر بلوقتي اللي هو واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفتين على الابعة عندي اتنين عمود هنا الاول هاخد عليه كلاستر بتاعتي اه هاخد من حلقتين فحلقتين بس لفتين على الابعة العمود التيني هاخد من حلقتين فحلقتين العمود التالت العمود ابابة بعد كده لف على الابعة باخروج منهم كلهم وبقفل عليهم بسلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابعة العمود التاني هاخد عليك كلاستر التاني اللي هي عمود عمود بلفتين متصلين سلسلة الاولات هاخد العمود الرابعة حلقتين في حلقتين بس لف على الابعة بخرج منهم اللفع الابا بخرج منهم كلهم وبقفل عليهم بسلسلة. بالشكل اده. بعد كده بكرتين واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفتين على الابا الدور التاني اللي فيه اتنين عمود. بحشتغل هنا اتنين عمود. العمود الاول. لفتين على الابا العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة ملفتين على الابا هنا الدور التاني كان فيه ايه? فيه كلاستر وكلاستر. يبقى هنشتغل على العمود الاول الكلاستر الاولى. والعمود التاني الكلاستر التانية. واحد اتنين. تلاياتة. اربعة. بعد كده لفع الابا بنخرب منهم كلهم وبنقفل عليهم بسلسلة. واحد اتنين تلاياتة سلسلة لفتين على الابا. العمود التاني بناخد عليه الكلاستر التاني. بنخرب من حلقتين في حلقتين. العمود التاني. بفضو هنخرج من حلقتين في حلقتين بس. العمود التالت. باخرج من حلقتين في حلقتين. العمود الرابع والاخير. باخرج من حلقتين في حلقتين. بعد كده لفع الابا باخرج منهم كلهم وسلسلة. وهنبدأ نقرب كده زي ما انتو شايفين تلاتة سلسلة اتنين عمود. طيب احنا كل شغلنا هيبدأ يبقى تقرب. الدور التاني والدور التالت. الدور التاني والدور التالت. لحد ما بتوصلي للارتفاع اللي انت محتاجه والقطع اللي انت محتاجه. هنخلص النموذج بتاعنا ونرجع تاني. عشان نشوف شكل النموذج ايه? وشكل الجبزة بتاعتنا النهار. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده. وده شكل الجبزة بتاعنا النهائي. اتمنى انها تكون عجبتك. لو عجبتك اعمل لايك ومشارك مع الاصدقاء. ولو جديدة معنا اشتركوا في القناة وفعال الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله.